هكذا رد ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة على قرار يمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين ممزقاً مثاق المنظمة قائلاً لسان حاله مواثيقكم وقراراتكم تحت أقدامنا سلوك يعد وصمة عار في تاريخ المنظمة الأممية ويكشف المصير الذي آلت إليه جراء عبثية المعايير التي تتزعمها الولايات المتحدة تجاه القضايا العادلة عامة والعربية على وجه الخصوص لكن على الرغم من أمريكا أيادت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة قراراً يؤكد وجوب منح فلسطين العضوية الكاملة في رد رمزي على الفيتو الأمريكي وتعبير عن انزعاج دولي واسع من مواقفها تجاه غزة عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة المهددة بفيتو جديد في مجلس الأمن تثبت اختلال النظام العالمي وضعف فاعليته في حل الأزمات التي يمثل استمرارها مهدداً حقيقياً لأمن المنطقة والعالم أما جهود التوصل إلى اتفاق للتهديئة في غزة فتقول حماس إنها عادت إلى مربعها الأول بعد رفض إسرائيل عملياً مقترحاً وسطاء والوضع مرشح للانفجار إثر عودة المعارك داخل القطاع واشتداد المواجهات في الجبهة اللبنانية ولن يقف الأمر عند تطورات الداخل الفلسطيني فالاحتقان الإقليمي على أشده واحتمالات خروج الوضع عن السيطرة حاضرة بقوة حال استمرار العدوان الإسرائيلي على رفح وباقي غزة والحال هذه تبدو أزمة أهالي غزة عصية على الحل القريب طالما استمر النفاق الدولي تجاه إسرائيل وظل الموقف العربي الهش والمتخاذل يراوح مكانه ترجمة نانسي قنقر